طبعاً بيحصل، بس خليني أوضح لحضرتك أن هناك فرق بين الحب والرغبة نحن بيكلم عن الرغبة ولا عن الحب لا، نحن بيكلم عن الحب الحب الرومانسية زي ما قلت الحكي مشاعر أكتر منه حسيات فأخوة المراهقين طبعاً أو حتى الأطفال بيظهر عنده إيه؟ لأول مرة، أي حاجة بنعملها لأول مرة بتبقى فيها جمال وفيها رهبة وفيها خوف وفيها مشاعر كلها متلخبطة فدايماً الحب الأول ده بيبقى ليه واقع قوي جداً عند الإنسان وفيه ناس بيستمر معه الحب الأول طول حياة وفيه ناس بيتهيق لها أنه هو ده الحب الأول على فكرة فيش حب أول وحب أخير إحنا ساعات يتهيق لنا أن المشاعر دي مشاعر حب لما بتيجي لأقوة منها بنكتشف أنه هو ده الحب بس الثاني ما كانش حب حب العقل بقى نحنا نفكرين حب القلب وحب الأول والحب العقل بقى يعني إحنا كده كنا بنكلم عن حب القلب اللي هو الكيميا الإنسانية الحالة الربانية اللي هي بتدي السعادة المطلقة والوجع المطلق يعني دايماً حلوتها في إنها تديك إحساس بالمطلق سواء سعادة ممكن ما بين كلمة وكلمة تلاقي نفسك في قمة السعادة أو روحت القمة التعايسة وده حالة إنسانية جميلة عند البشر حب العقل اللي هو حب الصفات أنا شفت في حضرتك صفات عجباني فأنا حب استفاضي فحب أتعامل مع هذا الشخص اختيارات ويمكن الحب استفاض دا دايماً يترجم في استداقة صحيح